المحكمة العلية هذا ومثل اليوم عمر غول أمام مستشار المحقق لدى المحكمة العلية لسماع أقواله في قضية رجل أعمال محر الدين تحكوت الوزير وصف بصفته وزير النقل في قضية تحكوت هذا وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العلية قد أعلنت يوم التاسع من جوليا الجاري مباشرتها لجراءات المتابعة القضائية ضد الوزير الأسبق عمر غول الذي يواجه تهما تتعلق بقضيتي علي حداد ومحيد دين تحكوت وهذا بعد تنزله عن حصانته البرلمانية طواعية كعضو في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي إذن مثل ما تتابعونه هذه الصور الحية لحظة اقتياد الوزير السابق والسيناتر عمر غول إلى سجن الحراج بعدما أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العلية اليوم الخميس بإيداعي الوزير الأسبق والسيناتر عمر غول رهن الحبس المؤقت بسجن الحراج لينتقل وزير آخر وإطار سامن آخر إلى سجن المحقق قيد التحقيق إذن كانت هذه آخر الأخبار تجد الإشارة إلى أنه الوالي أيضا ولي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ أيضا هو الآخر أحيله على رقابة القضائية ترجمة نانسي قنقر